فبيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف اللي هطلبه ده استغاثة مني يا رب ليك طلب المضطر اللي واقف على بابك الحقه في الموضوع ده وكأن الموضوع ده مهم جدا بقى عشان كده بيتقال كل يوم ثلاث مرات بعد الفجر وبعد العصر برحمتك أستغيف ايه المطلوب قال أصلح لي شأني كله يا رب جوانب حياتي جوانب المالية وصحتي وعلاقاتي وعلاقتي بيك يا رب أصلح لي شأني كله قراراتي في أي جانب من جوانب حياتي ممكن تبقى طائشة ومعتمدة على شهواتي ومعتمدة على كبري ومعتمدة على ذاتيتي وقلت خبرتي وقلت علمي فبعلمك أصلح لي شأني كله عشان ما يبقاش عندي في حياتي فجوة تبتلع السعادة وتكون في جانب معين من حياتي أصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا بنات عاملين إيه يارب تكونوا كويسين فيديو جديد روتين جديد حلوة قوي وكله كده طاقة وحماس وإن شاء الله يعجبك ويكون خفيفة على قلبك أتمنى بقى لأول مرة بتشوفيني وعجبت قناتي طبعا تشرفيني من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو باللون الأحمر وكمان تفعلي زرار الجرس على الأول أو على الكل عشان أول ما نزل فيديو جديد يوصلك مني بإشعار وكمان ما تنسيش بقى تسبيلي كده كومنت أمر زيك تقوليلي فيه إنك بتتبعيني منين زي إخواتك كده اللي قابلك ويلا بنا بقى كده ندخل في الروتين على طول دخلت كده بصوا قودة الولاد كان فيها حرب كان فيها معركة يعني أنا مش عارفة صراحة إيه كمية الهدوم دي كلها زي ما قلتلكم قبل كده ودايما بقولها إن أكتر حاجة بتكركب الشقة هي الهدوم عندنا غسيل نظيف عايز يتطبق عندنا غسيل في الدولاب ما تكركب أنا بقى ده ده مصطفى ابني اللي حابب بقى أنه يظهر النهاردة فطلعته معايا بصراحة بحب دايما اللحظات اللي بيكون فيها ولادي معايا سواء في فيديو أو أو يعني في مثلا في ستوري تايم أو حاجة بحب اللحظات دي أبقى موثقها قوي بس فهو قال لي بقى أنه عايز يطلع معايا فسيبته يطلع النهاردة كمان الفيديو أصلا أنا كنت عاملاه عشان الدولاب بتاعه هو الدولاب كان زي ما شفته كده هو كان لسه الجو ما كانش يعني حرر قوي فكنت سايبه له كده شوية ترينجات وحاجات شتوي قلت عشان يعني لو الجو برد وكده ألبسه من الحاجات دي بس صراحة ما استخدمتهاش رغم أن الجو برده كان فيه الفيديو الفات صورتلكم كانت الدنيا بتمطر بس كان الجو حلو يعني ما كانش الدنيا برد ولا حاجة أنا بس اللي ساعات ببرد شوية كده لكن يعني في الطبيعة الجو كويس المهم فنزلت بقى كده الدولاب كله وشلت بقى منه الهدوم اللي هي الشتوي الترينجات شلتها وبدأت كده إيه أشوف بقى كان عندي كمان غسيل كنت مطبقه برضو لبنتي وسبته كده مرسوس على السرير قلت لما أدخل بقى إيه أبدأ الأول بدولاب مصطفى لأن الحاجات الصغنانة دي بصراحة بتبقى معقدة يعني حيثة صغنانة عارفة فانيلا قد كده تي شيرت قد كده حاجات صغنانة فتلقوها بحيث أنها بتبقى واخدى مكان أكتر مش عارفة المهم يعني طلعت بقى كده كل الحاجات بتاعته الشتوي وبقد قد قد كده إن أنا إيه أحط بقى الترينجات لوحدها أحط التقومة بتاعته الداخلية بحب كده إن أنا بقى حط البوكسر جوه الفانيلا بس طبعا هو بيبهدل الدنيا بس يعني وعايز أقول لكم إن هي كانت ضرفته اللي فوق دي هو صمم إن أنا أخلي الرف اللي تحت ده والرف ده بتاعه عشان هو يبقى بيطول يعني بس كده وكمان برضو كنت سايبة كام ترينج كده الجانة برضو كمان شلتهم شتوي طلعتهم بقى كده من الدولاب عشان خلاص كده محدش هيلبسهم تاني فقلت بقى خلاص لازم إن أنا أشيلهم وبدأت بس إن أنا كده إيه أرص يعني الباضيهات لوحدها والبيجامات كمان برضو رصتها كده لوحدها وبس على كده خلاص خلصت بقى كده من الدولاب بتاعهم وطبعا أنا إيه كنت عايزة برضو إن أنا أغير الملايات بتاعت السرير السرير يعني أنا ما غيرتاش معاكو يعني معاكو بقى لي فترة بس أنا كنت بغيرها فقلت بقى كده إيه أطلع هو برضو آآ مصطفى برضو قال لي اختر الملاية دي مش عارفة ليه فالمهم يعني طلعت بقى التقم ده قلت بقى كده حفرش التقم ده يعني وبس على كده عايز أقول لكو بقى على حاجة القوضة دي المفروض إن هي موجودة على منور تمام؟ فلما بفتح استطارة وبهوي القوضة مش عارفة أنا بحست إن القوضة مش بتتهوى خالص هي مكتومة خالص مش عارفة فما بقيتش بحب كتير إن أنا أفتح الشباك خالص أنا كبيري بس إن أنا أفتح البلاك أوت كده يدخل شوية إضاءة كده بالنهار وخلاص بس المهم يعني جيت بقى كده على السرير بتاعتهم دي غيرت الملايات زي ما قلتلكم وبس هو بقى كان محتفل بي خالص كل شوية يعمل لكو قلب كده ويقول لكو love you love you وكان عايز إن هو كمان يساعدني فيعني ربنا يا حنن قلبه كده علي دايما ياولاد والله ويخلي لكو أولادكو واللي ربنا ما رزقهاش بالأطفال يعني يا رب ربنا يرزقك بالزرية الصالحة ويقر عينك يا رب من بزرية كده صالحة ويكونوا برين بينا وربنا يهديهم جميعا يا رب بس المهم بقى خلصت كده هو بقى زي ما قلتلكم كده كان بيساعدني بيشد هو المخدات اللي هي الأكياس القديمة يعني اللي أنا حشيلها بقى خلاص وبس كده المهم بقى عايزة تاني أرحب بكل البنات الجديدة اللي انضمت برضو للقناة مرسي جدا لكل بنوتة بتاخد من وقتها كده لو دقيقة وبتكتب لي كده كومنت حلو فرحانة جدا الفترة دي ان انا فعلا معاكو واتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبكو وتكون خفيفة بس على قلبكو دي أهم حاجة وانا على فكرة مكملة لان زي ما قلتلكم قبل كده انا بجد بحب قوي القناة وبحب الشغل قوي وان شاء الله ان شاء الله بإذن الله حوصل لكل اللي انا عايزاه وانتو برضو هتكونوا معايا وجنبي وبإذن الله قناة حتكبر بكل بنوتة حلوة بتدخل تكتب لي كومنت كده حلوة زيها ببقى مبسوطة بيها قوي وببقى فرحانة فعلا ان في حد بيحبني انا كمان والله بحبكو قوي المهم يا بنات بعد بقى كده عملت السريل اولاني دخلت بقى السريل التاني كمان برضو عملته شلت البطانية لان زي ما قلت لكم بقى الجو خلاص بدأ ان هو يحرر شوية فقلت بقى خلاص همو مش هيستخدموا البطانية يعني اه قلت بقى عشان اخسلها فاشلتها بقى كده ركنتها على جنب وقلت عمل السريل التاني اخلص كده وبعدين حدخل بقى ايه اه احبت البطانية عشان اخسلها انا مش هخسلها معكم انا دايما طريقتي في غسيل اي مفروشات عندي بحب ان انا اكون سايباها كده في البنيو زي ما هتشوفه دلوقتي المهم جبت كده المقشة وقلت ان انا حكنس لان كانت استجادة مليانة فاتفيت اه حاجات كده زي الاندومي هي حاجة كده بيجبوها جديدة زي الاندومي كده اه مش عارفة صراحة بس اه زي الاندومي يعني حاجة كده زي الاندومي المهم كانت مغرقة استجاد فقلت بقى ايه لأ انا هشيل استجادة خالص وكان استبقى كده الارض لميت بقى الفاتفيت دي كلها من الشبسي بقى للاندومي الفاتفيت الشوكولاتة بتاعت الكيكا والكريمة والحاجات دي فقلت بقى ايه حكنسها بجد قضة الولاد دي يمكن اكتر من قضتي بتاخد وقت طويل فان انا اعملها حتى لو حسوي السرائر بس فاهمني بيبقوا ولاد فطبيعي ان هم مش بيكونوا زيك يعني استخدامهم للحاجة مش بيكون زيك اكيد فاهمني اقصد ايه المهم كمان جبت كده الجلانس ولما بعد كده الازاز بتاع الكوموت ده برضو كان عليه زي انتو عارفين الايس كريم والزبادي الحاجات دي برضو انا مش عارفة هم بيلزقوا بيها الكوموت ازاي يعني مفروض الكوباية مثلا بتتاكل وبتتريمي ما عرفش لزقوا لي بيها الكوموت برضو فعملته بعد كده روحت بقى جبت الجردة البتاعي بتاع الموب ده وجبت الكاتل يعني غليت ميا في الكاتل وحطتها كده فيه بحب الحركة دي قوي علشان بتسهل اي حاجة لزق على الارض بتتشال معايا بسهولة بس وطبعا جبت الجنرال بتاع الارض انا كلمتوكو برضو عليه قبل كده كتير فحطيت كده برضو منه شوية وبس بقى قلت ايه اما امسح بقى الارض بس على كده خلصت بقى هنا كده يعني عايز اقول لكم اي حاجة بتبقى موجودة فعلا الجنرال بيشالها وكمان المياس طهنة كمان عايز اقول لكم الموب دي يعني هي حلوة وجميلة العيب الوحيد اللي فيها انها مش بتطلع كمية مياه كفاية لازم يعني تبقى بالك جزئين علشان تقدر ان انتي يعني يبقى معاكي مياه كتير بس هو ده العيب الوحيد اللي فيها غير كده هي بصراحة اكتر انجاز اتعمل الفترة الاخيرة حلوة قوي بس كده مسحت بقى الجزء اللي هو كان فيه كمود ده اللي هو بين السرير وبعد كده اه شلت كمان الشلتتين دول اصلا مفيش حد بيستخدمهم عايز احاول ان انا اوظفهم كده في اي حاجة الفترة جاء وما كانوا بيعودوا عليهم دايما يلعبوا في البلكونة فمش عارفة صراحة يعني هشوف لهم بقى حاجة اه بس وكملت بقى مسح القوضة ما عملتش معاكم النهاردة اي اكل ولا اي حاجة انا يا دوب بس صحيت من النوم وطبعا انتو عارفين يعني برضو عشان ابقى صريحة معاكم انا مش بقوم من النوم اقوم لابسة بسرعة كده وقايمة عشان اصور مش كل الايام بعمل فيها كده صراحة بس النهاردة انا قمت عادت شوية كده برضو كالعادة دايما بتبقى صبح كده ما بيعرفش ابدا افطر ابدا الموضوع ده بيدايقني والله ساعات بس بيبقى غصب عني ان انا مش بيكون ليه نفس ان انا افطر اه ممكن اعمل فطار الولاد وكل حاجة لكن انا افطر دي بتبقى شوية تقيلة فاول حاجة بعملها ويمكن ده من ايام بقلي سنين على كده من وقت ما كنت عاملة دايت اه اشرب القهوة كده على الريق وانا عارفة ان هي مش صح بس بيبقى غصب عني مش بقدر ان انا اتحرك فعلا قبل ما اشرب القهوة فعملت زي ما شفتوا كده فنجان القهوة ده بس معاكم واخدت معايا تلات ارقشات سوانانين كده كان احمد كان جيبهم يعني من المخبز وبس على كده المهم بعد بقى ما شربت القهوة وطبعا شفتوا اللي انا عملتوا ده دخلت بقى كده اخدت البطنية وحطتها كده في البنيو سبتها بقى لحد ما البنيو اتملأ وبعدين بحط عليها الاكسي وبسيبها اولى وكلوريكس الوان كلوريكس بيبقى برضو حلو اوي في البقع وبس على كده سبتها بقى ليلة كاملة وان شاء الله هخسلها بقى بكرة وبس ده كده كان فيديو النهاردة اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبك وتكوني استفدتي منه واتمنى اني اكون خفيفة على قلبكو بجد واتمنى ان القناة تكون عجبتكو واستنوني في فيديو جديد واشوفكو على خير وباي واي حلوين